عشرة أهلاف حالة إصابة بداء سرطان التدي تسجل سنوياً بالجزائر هو ما كشف عنه المختصون خلال يوم دراسي نضم حول القابلة بفندق الهواء الجميل بعين ديموشند بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهذه الفئة حالة الجديدة التي تظهر كل سنة ستقدر والتقارب العشرة أهلاف حالة كل سنة في الجزائر وعلى سبيل المقارنة في فرنسا عندهم حوالي خمسين ألف حالة تظهر كل سنة النساء البالغات أقل من أربعين سنة تشكل النسبة الأكبر في عدد حالات الإصابة وهو ما يستدعي حسب المختصين التشخيص المبكرة للداء عندنا عدد كبير من النساء يعني صغيرة السن يعني حوالي كان 22% عندهم أقل من 40 سنة وكان تقريباً الثلثين عندهم أقل من 50 سنة سما تقريباً نصيبه عدد كبير من النساء عندهم أقل من 50 سنة تصابنا بهذا الداء الخبيث وللأسف حتى التشخيص ما يكونش مبكر وصالة الثدي باش تتكفل به يعني بطريقة مثلة وناجحة لازم التشخيص يكون مبكر نقص معدات العلاج بالأشعة وكذا طول مدة انتدار الدور للعلاج يحول دون متابعة جيدة لمرضى الداء العلاج بالأشعة اللي رهم ليرونديفو رهم بعد بزاف يعني كان بعض الآلات اللي قليلة كما احنا في الغرب الجزائري عدنا احنا في وهرن كان آلتين ولا ثلاثة وغالبية الأحيان تكون واحدة منهم معطالة يسمى ليرونديفو رهم بعد بزاف ليرونديفو بعد بزاف ودع استراتيجية جديدة تتضمن توفير العلاج مع تطبيق نظم طبية شاملة تعمل على تأمين الفرد وضمان صحته وسلامته قبل استفحال المرض في جسمه تعتبر أهم الميكانزمات للقضاء على الداء الذي أضحى يفتك بعديد الجزائريات ترجمة نانسي قنقر